من أصعب المشاد أو التجربة مع طارق العريان في أسوار الأمر كتعاملة إزاي؟ لا طارق طبعا مخرج كبير عارف هو بيعمل إيه ممكن يكون ما بيتكلمش كتير بس هو عارف كويس قوي هو عايز إيه ومش عايز إيه لكن ما يعرفش يشرح لك ليه ده أو ليه ده يعني بيحبش يرغي في تفاصيل بس هو مخرج متمكن أكيد جدا من التكنيك بتاعه ومن قدراته بس الوقت بس كان شيء صعب قوي كان كتير والفيلم ده تحديدا كان ليه ظروف خاصة قوي يعني وحتى وقت عارضه أعتقد ما خدش فرسته مش كده قامت الثورة بيهن أو حاجة كده لا وبعد كان الثورة بشوية كان حاجة كده كان فيه وقت ما تعملش دعاية يعني ما حدش تقريبا عارف إنه كان نازل من أساس من أصعب المشاهد ليجي في الفيلم ده كانت إيه؟ لا كل المشاهد اللي على المركب كانت صعبة جدا لإني كنت بتخبط بجد يعني وبقع بجد وحسني مش شايفة فعلا فبتزحلق فعلا يعني كان فيه مهلك يعني متعب عصبيا إنك تمثلي وتقدي إنك مش شايفة وكمان بتتحركي وتتخبطي بشكل لإرادي فعلا لإن الجوة موفمت حقيقية بتاعت مركب كمالي؟ فده كان من الحاجات اللي كانت صعبة قوي بالنسبة لي مشاهد المركب ولإنه دي فيها معظم الأحداث بتاعت إنها بتفتكر وبتسمع وبتكون البوزل بتاعت الفيلم كان فيلم صعب بس إنتي فعلا كنتي رائعة فيه ممكن من أحلى الأدوار كمان اللي قدمتي وأنا ببسط يعني إن شتغلت مع ممثلين موهوبين زميلي في الفيلم يعني آسر وعمر حقيقي موهوبين ويستهلوا